رغم استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة بلا هوادة بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في تحديد الخطوط العريضة لخطط إسرائيل لفترة ما بعد الحرب في غزة والتي تتناقض بشكل حاد مع الرؤية التي طرحتها الولايات المتحدة ما يعكس خلافا واضحا في الرؤية الإسرائيلية الأمريكية بشأن القطاع إذ قال نتنياهو إن غزة ستكون منطقة منزوعة السلاح وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية فيها مع القدرة على دخول غزة من البحر لمطاردة مسلحين وأكد رفضه لفكرة سيطرة السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل في الوقت الحالي على غزة في مرحلة معينة في المقابل أكدت واشنطن عبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكين معارضة إعادة احتلال إسرائيل لغزة وترى واشنطن أنه من المناسب تشكيل حكومة فلسطينية موحدة في غزة والضفة الغربية ضمن خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية كانت حكومة نتنياهو المتطرفة تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية حتى قبل الحرب لكن حجم المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين عادت وبحسب محللين طرح الجلوس لمفاوضات السلام واللجوء لحل دولتين إلى الواجهة من جديد ومع دخول الشهر الثاني من الحرب تزداد الخلافات حول الطريقة التي ينبغي لإسرائيل أن تدير بها حربها على القطاع في ظل موقف شعبي دولي واسع رافض لسياسة العقاب الجماعي والإبادة التي ترتكبها إسرائيل ومع أن بعض التقارير تطرح سيناريو تولي قوة متعددة الجنسيات أو قوة حفظ سلام دورا في الإشراف على الأوضاع داخل غزة بعد الحرب يرى بعض المراقبين أن التكهن بما سيؤول إليه مستقبل القطاع ربما يكون من السابق لأوانه وفي ظل الصعوبات التي تقف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتولي مقاليد الأمور في غزة يخشى كثيرون من أن يؤدي أي فراغ في السلطة إلى مشاكل أكبر داخل القطاع وتضغط الولايات المتحدة من أجل هدنة مؤقتة من شأنها أن تسمح بتوزيع المساعدات التي تشتد الحاجة إليها على المدنيين في القطاع المحاصر حيث تزداد الأوضاع سوءاً غير أن إسرائيل وافقت فقط على فترات توقف يومية قصيرة يمكن خلالها للمدنيين النزوح من منطقة القتال البري في شمال غزة والتوجه جنوباً سيراً على الأقدام عبر طريقين رئيسيين يربطان شمال القطاع بجنوبه ومنذ الإعلان عن موعد الإخلاء هذه لأول مرة قبل أسبوع نزح عشرة الألاف من المدنيين من شمال قطاع غزة وأدت الحرب إلى النزوح أكثر من ثلثي سكان القطاع فر معظمهم إلى الجنوب